اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين محبب بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة دروس مادة علوم حياة الأرض لمستوى أولى باكالوريا علوم جريبية أو علوم رياضية خيار فرنسية وليوم غادي نشوفو المحور تالي اللي إن شاء الله الرحمن الرحيم فيه لسبدفزيزيون دي تقسيمات الزمن الجولوجي ونهدرو على لشيل استراتيغافي يعني سلم استراتيغافي ولا سلم علم الطبقات ولي غادي نشوفو فيه كذلك الدورة الرسولية لسيكل سيدیمنتر ونبدأ وعلى بركة الله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فقور في المحور الأول نشفنا مختلف المبادئ الاستراتيغرافية اللي غاستعملوهم فلا داتاتيغرافية نشفنا 5 principes principes de superposition principes de recoupement principes d'inclision principes de continuité نشفنا 5 principes d'identité paleontologique لنهاد المبادئ كنستعملوهم باش ندير لاداتاتيغرافية باش ندير تاريخ النسبي والتسلسل الزمني ديال إحداث الجيولوجي اللي وقعت ليا في شمي نطقة معينا وليوم إن شاء الله غادي نبدأو في المحور التاني واللي هو وقت ما قلت لسوب ديفيزيون ديالتان جيولوجي يعني التقسيمات ديال الزمن الجيولوجي وبالضبط غا نشوفو في الأخر لشيال استراتيغرافيك ولا كي تسمى بلغة العربية سلم الاستراتيغرافي ولا سلم علم الطبقات وأول حاجة غا نشوفو هي لانوسيان ديطاج اي ديستخاتوتيب مفهوم الطابق ولستخاتوتيب بلغة العربية هي التشكيلة النمطية وباش نفهمو هاد لانوسيان ديطاج اي ديستخاتوتيب غا نشوفو هاد الوتيقة هادي ألوغف هاد الوتيقة هادي في مجموعة العلماء الجيولوجيين يتم دراسة تشكولات روصوبية وطبقات روصوبية باستعمال المبادئ الاستراتيغرافية والمبادئ العلم الطبقات وهذه الطبقات كانوا واضحين مزيان وتواجدونها في مجموعة المناطق وهذه التشكولات الصخرية وهذه الطبقات الصخرية الروصوبية يسمونها الاستراتيغرافية وطبقات روصوبية تشكولات نمطية وهناك مجموعة الخصائص ما هي الخصائص؟ أولاً ترسب سهل بسيط لدينا لدينا غياب تشوهات تكتونية وهذه الطبقات لا يوجد تشوهات تكتونية لا يوجد تشوهات تكتونية لا يوجد تشوهات تكتونية لا يوجد تشوهات تكتونية ومستفين تشوهات تشوهات تكتونية تشوهات 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 تكتونية لا يوجد تشوهات 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 تش هناك طبقات الطبقات لفصيل استراتيغرافية. لذلك العلماء يتعرضون مرجعيات استراتيغرافية. ويعتبرون هذه الطبقة مرجعية ويقوموا بطبق معين. ويقوموا بطبق معين لفصيل العمر معين. ويقوموا بطبقات المنطقة التي توجد فيها هذه الشكلة النمطية. ويقوموا بطبقات الصخرية وطبقات الرسوبية. ومنطقة التي توجدها تكتب فيها اسمها لذلك المنطقة. ونضيفها في الأخر اي او اي او ان. ونضيفها في السيفيكس اي او ان. في الأخر هذه الكلمة نضيفها تلاتة الحرف اي او او ان. ونسمي هذه الساعة مثلا لماستركتيا. ونضيفها في بنغيريان. ونضيفها في العيونيان. ويقوموا بطبقات المنطقة التي يقوموا بها هذه الشكلة النمطية. هذا الاستراتوتيب. هذا الاستراتوتيب يأخذ اسمية لذلك المنطقة. ونضيفها في السيفيكس. وحتى هذه الحرف نضيفها في الأخر دي الكلمة. اليوم اي او ان. هنا بطبع الكلمة هكذا. لا تسمع كلمة كلمة التي لا تفهموه. ما تسمعه ماستركتيين. حينه بطبع كلمة. حينها بطبع كلمة التي يأتي جاء انتو مغربو. وهناها الاسمية لذلك المناطق التي أصدت فيهم هذلك. هذه الأستراتوتيب. اقضل كلمة هذه الأستراتوتيب. إذن لحسب منطقة تكشير أشكال قوشيسبيات اللي كي يكونوا هما غراب هما رغي بالنسبة للمنطقة اللي لقينا فيها هذيك التشكيلة النمطية هنا في هذا الشيء كامل اللي مصبوحة هنا كنزغرت فيه عقل اللي يعلى جوج ديال لينوسيون اللي هما تعريف ديال الاستراتوتيب والتعريف ديال الليطاج إذن نكتليكم الاستراتوتيب اللي هو التشكيلة النمطية هو مجموعة ديال الطبقات الرسوبية اللي كيكونوا في واحد مجموعة ديال المستحاتات كتكون غالية بالمستحاتات البحرية وكيكونوا الحدود ديالها سهلين أننا نحددهم غالباً كيكونوا للاكن ديال المتبار ديال الاكن استراتيغرافيك وليلاكن كتليكم الفجوات احنا غنشوفو شنو ما بالضبط الانواع ديال الفجوات وكيفاش كيتشكلوا له هذي للاكن هذي الفجوات هذا ستكوب ربريزنت ان انتغفال ديالتان بخيسي يعني هذي الاستراتوتيب كيكون هولا هذي تشكيلة نمطية هذي تشهدية ديالتان بالسخور كتنيني كيتشدد لي واحد الفترة زمنية معينة وهه ديالε زمنيني معينه هذي نسمى يتكلمهاár الليطاج اي هو الطابق 普نا أصغر الاستراتيغرافي اصغر واحدة ديال الس JOHNST أصغر واحدة ديال السنتراتيغرافي هذي ليطاج هذه ليطاج ولها الطابق عيني بالاصل من الاستراتوتيب وستراتوتيب تشكيلة نمطية هي التي أعطيتني المفهوم للطابق و هذا الطابق و هذا الاطاج إذا نسقطه على زمن الجيولوجي سنقول الطابق الذي أعطيني العاج الجيولوجي وهو العمر الجيولوجي هذه هي الانتظار التي أتعقل عليهم بالنسبة للمحور هذا وهذا الفقر الذي يكون لستراتوتيب يعني تشكيلة نمطية و الاطاج الذي هو الطابق من بعد سيدي قندوزول تاني مفهوم عندنا اليوم وهو لابيوزون باللغة العربية المنطقة الإحيائية كي لا نكتر شريك من هذه الضرفة لابيوزون بيو و زون هي منطقة بيو هي شعات اللي حية هذا كل الستراتوتيب اللي شفنا بدوره كنقسموه المناطق كنقسموه الديزون هذا كل الستراتوتيب هذو الطابقات اللي شفنا بدوره كنقسموه تنزيد القسموه و هذو التقسيمات كنسميهم لابيوزون وعليش كنقسموه باش نقسموه هذو الاستراتوتيب كنقسموه هذو الاستراتوتيب كنقسموه على شي حاجه اللي حيع بالتالي كنقسموه على المستحاتات اللي فوسيل ببساطة هذو الاستراتوتيب هذو تشكيلة نمطية ولا هذو الايطاج هذو الطابق اللي شفنا قبيلا بدوره كنقسموه هذو المرة لواحد التقسيمات اللي صغيرة شوية هذو تقسيمات اسمينها البيو زون اعتمدن على المستحاتات اللي تعيشوا ليا فهذوك الطابقات إذا الطابقات هذوك الطابقات بدورهم قسمناهم هذو المرة التقسيمات زمنية صغيرات اللي اسمينها بيو زون بناء على التطور ديال الكائنات الحياة اللي كتعيش فيها كنقول هذو النوع عاش في هذو الطابقة ولكن في الطابقة اللي مراهرة تطور لي هذو النوع ولا ليه نوع وحده اخر بالتالي من نوع لنوع كنهضر على بيو زون ولا اوغيزون عمود داخل هذو التقسيم داخل هذو الايطاج اللي شفنا قبيلا وفي تسمية ديالها بيو زون والذي لها التقسيم هذا اللي اسميناه لمنطقة الاحيائية قلناه كنقسمه بيو زون التقسيمات هذو التقسيمات كنطلقوا لهم اسمية ديال الكائن الحي اللي اعتمدنا عليها في التصنيف يعني المستحات اللي اللي رقيناها في هذيك الطابقة وكنحط احدها واحد الرقم لاتيني واحد جوج 3 أربعة خمسة ستة هذو الارقام كنمشي من تحت ونطالع من تحت الفوق بناء على لذيك الطابقة وذيك المستحات اللي القينا فيها الثالث مفهوم عدنا اليوم اللي هو اللي قلت لكم قبلها هي الفجوة الفجوة الطبقاتية بحال مثلا هنا في الوثيقة وبالضبط في الصورة واحد عندي جوج ديال المناطق منطقة X ومنطقة Y المنطقة X عندي فيها الطبقة A B C D بينما في منطقة Y عندي فقط منطقة A عندي الطبقة A والطبقة C والطبقة D كنلاحظو اختفاء الطبقة B في المنطقة Y وهذا كشكل ما يسمى بفجوة لكن استخاتيغافيك فجوة طبقاتية فجوة طبقاتية يعني اختفاء وعدم ترسب واحدة طبقة معينة نحن به على وقت السبب لمن لماذا كان لدي غياب واحد طبقة معينة على غيرار طبقات اخرين وعلى غيرار المناطق اخرين كانت طبقة بينما في المناطق اخرين ما كان لديك الطبقة من السبب ما هو السبب لديه جوجي اختفاء عندي من الفجاوات. السبب الأول هو لا ترسب يعني عدم ترسب توقف الترسب لا يكون لدي ترسب في هذه المنطقة يعني الطبقة التي ترسب لا يوجد ترسب مثلا يوجد تراجع بحري في هذه المنطقة أو لا يوجد تراجع بحري في هذه المنطقة ستوقف الترسب في هذه المنطقة إذن نسميها إنترابسيون دراسيديمونتاسيون و نسميها الفجوة الناتجة على عدم الترسب أو التوقف الترسب نسميها لكيون دراسيديمونتاسيون السبب فيها هو إنترابسيون ماري يعني تراجع بحري في البحر و لا يكون لدي ترسب والسبب الثاني في الحدود الفجوات الطبقاتية أو اللاكين استراتيغافي بلغة فرنسية هو الإيروزيون هو الحد يعني أنه تقدر الطبقة تكون ترسبت لها ولكن وقع عليها إيروزيون وقع عليها واحد الحد وبالتالي اختفت لها هذه الطبقة من هذه السلسلة الرصوبية وقع عليها وقع عليها الإيروزيون وقع عليها يعني الحد يعني وندوزو الرابع مفهوم اللي هو التنافر الجيولوجي ، أيها بالبساطة التنافر الجيولوجي و الملامسة و من الطريقة التي تتلمسي بها و التي يلتقى بها طبقات الجيولوجية مع بعضهم و لمثل السلسلة طبقات الجيولوجية مع بعضهم و لدينا بعض الأنواع التي يمكنها و إتراه بها الجوش دل سلاسل طبقاتية ما بضيتها النوع اللول اللي كنسميوه الدسكوردانس بغاليل ولا كنتسميه بلغة العربية التنافر موازي يعني النقطة دل يعني الطريقة اللي كيتلامس لي بها السلاسل طبقاتية اللي التحت مع السلاسل دل طبقات اللي الفوق كتكون تقريبا متوازية متوازية وكتكون ناجية على واحد الحد يعني الطبقات اللي التحت حتى ترصبو لي طبقات اللي التحت من بعد وقع لي واحد الحد لحيد لي شوية من طبقات التحتانيين عاد من بعد ترصبو لي طبقات اللي الفوق اذا هنا الطريقة ديال الملامسة بين طبقات اللي الفوق مع طبقات اللي التحت كتكون ناجية على واحد الحد وكنسميها دسكوردانس بغاليل يعني تنافر متوازي عندي هنا طريقة دل تلامس قلنا متوازية والنوع التاني ديالي التسكوردانس ديال التنافر هملي زيكون دانسان انجلاغ على ببساطة بايش يتشكلو لي هاد ديسكوردانس انجلاغ خاس يكون عندي اولا ترصب ديال الطبقات اللي التحت من بعد واجهش يوقع عندي. سيتوقع عندي واحد تشوه تكتوني يكون عندي واحد طيه الا واحد الفالق تشوه ديال ه هذه الطبقات تكتونية ديال تشوه ديال الطبقات الرصوبية عفوما عني التحت من بعد شنو سيتوقع عندي. سيتوقع عندي حت حت با السيس eye طبقات رصوبية ايام الفوق يوقع ليهم حت من بعد عااد كييجي عندي ترصب ديال السيس 우와 طبقات اللي كيكونوا الفوق. إذا بعد إما ترصبوا لي أو توضعوا لي الطبقات الرصوبية كيكونوا الفوق شنو كيوقعها؟ الملامسة بين هذو السيسلة دي الطبقة للفوق مع السيسلة دي الطبقة للتحت شنو توقع عليها؟ توقع عليها وقت تشكل واحد زاوية تكون عندي واحد زاوية بين الطبقة للتحت مع الطبقة للفوق ذلك شعر اسمينها discordance angular تكون عندي واحد longل واحد زاوية تنافر زاوية يعني بين طبقة للفوق والليل تحت والطبقة للفوق تشكل واحد زاوية عقل انتا بشكون عندي discordance angular خسيكون عندي واحد تشوه تكتوني بينما discordance paralel خسيكون عندي غير الحت فقط من بعد عدنا لسيكل سيديمنتر يعني الدورة الرصوبية فاش كنهدر على سيكل سيديمنتر دورة رصوبية كنهدر على جوج دي الحويج أساسية تجاوز البحري اللي هي la transgression marine ومن بعد كنهدر على التراجع البحري اللي هي la regression marine إذا الدورة الرصوبية كيكون عندي فاجوج دي الحويج تجاوز دي البحر ومن بعد تراجع دي البحر هذه هي الدورة الرصوبية اللي أول حاجة كتحدث لي هي la transgression marine يعني تجاوز البحري اللي أقفاش كيكون عندي تجاوز دي البحر كي تم ترصوب دي البعض مجموعة دي الرواسب اللي كنسميوها يعني متتالية تجاوزية هذه متتالية تجاوزية يعني المجموعة دي الرواسب اللي تشكلوه لها بعد تجاوز البحر من كان عندي البحر طالع طاغي فوق القارة كي تجاوز لي منسوب دي المياه اللي كيفون في البحر كي يختارق ليه ولا كي يطلع ليه فوق القارة نتيجة لطبيعة الحال مجموعة دي العوامل كساسواء عوامل مناخية وكساسواء دي الاحداث تكتونية البحر كي يطلع ليه فوق القارة وبالتالي كي تم عندي الترصوب دي المجموعة دي الرواسب اللي كنسميوهم ينسيوهم يعني تجاوز سلسلة تجاوزية هذه السلسلة تجاوزية كيتميز بوحد الحاجة المهمة اللي أخي تتعقل ليها يعني عندي واحد ترتيب تناقصي من التحت للفوق التحت كي يكون عندي رواسب لي للقد ديالها كبير والفوق كي يكون عندي رواسب لي القد ديالها صغير اذا كنقول عندي ان كنقول عندي ان خلق نصف من قد داق صغير عندي احد ترتيب تناقصي ديال رواسب من التحت للفوق ما حدي قدي قنطلع للفوق و قدي القد ديالها صغير لتحت كنلقى رواسب كبيرة والفوق كاللقى رواسب صغيرة. هذه بالنسبة لصيري تخانسغريسيف يعني الخاصية ديال الرواسب والمتتالية ديال الطبقات الرسوبية تجاوزية يعني فاش كيكون عندي البحر متجاوز طاغي ليه فوق القارة. والشق الثاني ديال الدولة الرسوبية لكنا هو تراجع البحري. يعني هنا دمرة البحر غاد يرجع ليه. وأثناء الرجوع ديال البحر غير تماندي ترصب ديال مجموعة ديال الرواسب وطن ما نسميه هم مثلو هطاني س fac الليش في نف التجاوز دي البحر. هاد المرة شنو الكيميز ليها هاد لسيغي غيغريسي هاد متتآل له هاد رواسب و له هاد طبقات الرصوبية التراجعية كيميزة عن غانو كلاسمون يعني واحد ترتيب تصاعدي هاد المرة الرواسب لي القدد ديالها صغير هي اللي غادي تكون للتحت هي اللي غلقها للتحت والرواسب لي غيكون لقدد ديالها كبير هي اللي غلقها الفوق هادي هي سيغي غيغريسي وهذا اول الفرق بسياري غيغريسيف وسياري ترانسجريسيف يعني رواسب تشكلت لها اثناء التجاوز الى البحر ورواسب تشكلت لها اثناء تراجع ديال البحر غالبا كيتحطت السؤال. شن.. الفرق بين. layer how دورة رسوبية، تجاوز البحر وجدها على سنوات الثقة مجموعة من طبقات من الفلوين، نقوم بإجراء تجاوز البحر لذلك يسمى دورة روصوبية سيكل سيديمونتر ناديجة على تجاوز البحر والتراجع البحر يعني أنه في البداية للسلسلة الروصوبية غلق التحت لها أول طبقة فيها غلقها القد لها كبير لأنها ناديجة للتشكل المتتالية تجاوزية وعود ثاني في النهاية للسلسلة الروصوبية غلقها تعود ثاني كذلك غلق الرواسب للطبقة الروصوبية التي قد ديالها كبير وفي الوسط غلق الرواسب اللي قد ديالها متوسط للصغير لأنها قلت لكم متتالية تجاوزية كالقهاند غانوكلاسمون ديك خوصون حال الترتيب تناقصي ديال طبقات الروصوبية والمتتالية التراجعية تجاوزية 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 كالقهاند ترتيب تصاعدي يعني من التحت لفوق غادي والقد ديالعناصر الروصوبية غادي وكي كبر بالنسبة لليزيونتات دريشة استخاتيغرافيك يعني الوحدات ديال السلم الطبقاتي والسلم استخاتيغرافي عندي فيوم لليزيونتات خونوستخاتيغرافيك اللي قلق فيوم لسيديمة يعني الرواسب وليزيونتات جيوكhronologيك اللي قلق فيوم لطن يعني لطن بالضبط أصغر الايطاج اللي حددنا hade en the stratotype啦 العمر لدينا السرية التوابق التي يعطيني السيتيم مجموعة للسيستام المجموعة للغاةة تعم يقومونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونون التقسيمات السلم الاستراتيغرافي والسلم الطبقات. سوف نرى السادس المفهوم لدينا هو الحقبة والدور. الحقبة الزمنية والدور الزمني. سوف نستعمل هذه التقسيمات الطبقية الصغيرة و الكثير من المفهومات التي قمت بإستعمال تشكيل النمطية التي هي الاستراتيوتيب. لدينا تقسيمات زمنية والأحداث التي وقعتها في التاريخ الجيولوجي للأرض. يمكن أن نجمع الكثير من الطوابق و الكثير من الأزمين الجيولوجية في حقبة واحدة. أول معلومة لاحظوها العلماء الجيولوجيين هي أنه تحت من طابق المفهومات التي قمت بإستعمال تشكيل النمطية. تحت من واحد طابق الذي تسمى لطاج جيوروجيين. تحت من واحد طابق لا يوجد مستحاتات. لم أردت مستحاتات من هذا الطابق. تحت من هذا الطابق الذي يسمى لجيوروجيين. أردت تشكيلة صخرية أو طبقة من الرواسب. أردت فيها مستحاتات. إذن نضع الأبسانس من فوسيل. يعني الحياة قبل الأرض لا يوجد الكائنات الحية. لا يوجد الكائنات الحية. لا يوجد الكائنات الحية التي يمكنهاها على شكل راسد. وبالتالي العلماء قسموا لجيوروجيين الزمن الجيولوجيين. يوجد الأدوار. يوجد الكريبتوزوك و الفانيروزوك. الكريبتوزوك يعني الحياة مخبيرة. لا يوجد الكائنات الحية. لا يوجد الكائنات الحية. وهو الكريبتوزوك. بينما الثاني الدور الثاني اللي هو الفانيروزوك. الفانيروزوك عندي في الحياة. الفانيروزوك ابتداء منه. بديت كلقى الكائنات الحياة. بديت كلقى المستحاتات. من بعض العلماء اعتمدوا على مجموعة المعلومات. أو مجموعة الأحداث التي اسمها الكريز بيولوجية. أو الأزمات البيولوجية. أو الكوارد البيولوجية. هذه الكوارد أدت إلى اختفاء مجموعة الكائنات الحية. كما نقول الكوارد. يعني مثلا سقوط نعيازك من السماء. مثلا الأرض كلها ولا تمغطيها. القارة كلها ولا تمغطيها بالماء. إلى أخيره. كذلك نظر على. يعني الأرض كتجمد. بناء على هذه المعطيات العلماء صنفوا لي. الثاني. اللي هو. اللي هو. اللي باليوزويل. صنفناه باعتبار واحد مجموعة دي الكائنات الحية. اللي كانت عايشها لي في القديم. وأتر هادوك. اللي كما قلت لكم. لأزمات البيولوجية. الكريس بيولوجي. كوارد البيولوجية. تم الاختفاء ديالهم. نهائيا. واحد الكيمية كبير. ديال الكائنات الحية. اللي كانت عايشها لي في القديم. ما بقاش عندي الماتيل ديالها حاليا. إذا كائنات الحية عاشت في القديم. وما عكينش الماتيل ديالها حاليا. اللي كانت حاليا. أدات إلى العلماء. اللي يقولون. داك العصر. داك الدور. سموه. لاغ. بخيمار. ولا. اللي الدور. اللي كان من الدور. ديال كائنات حياء اللي عائشوا لي في قديم. ودن الماتيل ديالهم. اللي كان يكون الماتيل ديالهم. حاليا. اللي كانسما. لد نقولوا على ما. اللي كان هذا. الله الدور. الثاني. الأغ. سيقندر. اللي كانسميوه. اللي كان смايزودوики. ومان بعد. لدنى. الله ترسيار. اللي هو. اللي خيبه التالي. تالي شخير اللي كانточно. عندي كائنات حيالي عايشت لي في القديم وبقى عايشة لي لدابة هذا أدى إلى أن نقوله عندنا لغ تغسير وآخر حقبة هي حقبة ظهور الإنسان قبل 1.8 مليون سنة التي نسميها الحقبة الرابعة لغ تغنير وفي هذه التقسيمات الزمنية تم الاعتماد كذلك وعلى الكائنات الحية التي عايشت لي وتم الاعتماد كذلك على واحد المعلومات التي نسميها الحقبة الرابعة يعني كيف تشكل لي السلاسل الجبلية وعندنا أربعة ديال الفترات التي تشكلت لي في السلاسل الجبلية على كوكب الأرض وعندنا جوج ديال الكريز ماجر جوج ديال الكوارث أكبار لي هما الكريز ماجر واحد والكريز ماجر جوج هاد الكريز ماجر كان فرقو بناتهم باختفاق ديال هادوك لتخيلوبيت هاد الاختفاق لا ديسپاريسيون والانقراد ديال الكائنات الحية هاد اليا إلا أنني نفصل بين جوج ديال الحقب لي هما لار primaire و لار secondaire و الكريز ماجر جوج هاد اليا كان حددا باختفاق ديال المستحاتات اللي كان اسميهم لامونيت لي هما كائنات حية اللي عاشت ليا بالتالي كان نفصل بين جوج ديال لار secondaire و لار ترسيار موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر